الامام اليوم يقرأ ترى في اواخر الجزء السادس بداية الجزء السابع وقرأ قبل ذلك سورة البقرة والعمران والنساء السؤال ماذا عسانا ان فهمنا وتدبرنا من هذه السور وش المقصود? انا عندي سورة البقرة ميتين وستة وثمانين اية كيف نفهم القرآن? انا ساعطيكم نموذجا واحدا من السورة التي قرأها الامام وفقه الله لعلها تكون مفتاح عشان اذا قرأنا القرآن نعرف ما هو مراد القرآن ومقاصد علم القرآن تختصر علينا فهم السورة خاصة السور المئين الطوال يعني سورة المائدة مئة وعشرين اية اول اية قرأها الامام يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اولا اذا سمعتم نداء يا ايها الذين امنوا وش نسوي? يقول الامام او الصحابي بن بن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا وقف ارعي لها سمعك فاما خيرا تعمر به وان لا شر تنهى عنه كم مرة ورد يا ايها الذين امنوا النداء الايماني في سورة المائدة القرآن كله النداء الايماني ورد في ثمانية وثمانين مرة في سورة المائدة خمسة عشر مرة وهذا فيه دليل على ان النداءات في سورة المائدة مهمة جدا والله يستوقفنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العنوان العام لسورة المائدة الوفاء بالعقود والعهود الوفاء هذا هو المعنى وشوفوا جمال القرآن اول عهد بين الله وبين المؤمن قال اوفوا بالعقود احلت لكم ما قال حرمت عليكم اليوم بعض الابرالية والعلمانية والمتشدقين والتافهين التافهين ولفظ التافه ورد في السنة قال تنطق الرويبضة قيل ومن هم يا رسول الله قال التافه التافه من الناس يتكلموا في امر العامة والله سماه سفيه اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ان اؤمنوا كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء سفيه يأتوطى عن الاسلام حرام 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 لا الاصل في الشيء الاباحة احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ثم جاء النداء الذي بعدها يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا امن البيت حتى قال الله وتعاونوا على البر والتقوى لا يمكن يقوم وفاء بعهد من غير تعاون اذا انا في المسجد ادعو الناس الخير ويأتيني رجل في الاعلام ويدعو الناس الى غيره ويأتي رجل في مجلسه ويادعو الناس على فكره لم يكن هناك تعاون لابد من اظهار التعاون على البر والتقوى والتوحيد والسنة والحسبة والخوف على الامة والمجتمع والقيم عشان ينشأ جيل في امتنا يحفظ هذا القرآن ويعرف قيمة القرآن ثم قال الله بعدها في الوجه الثاني الوجه الثاني بدى يخبرنا في العهود المحرمة حرمت عليكم الميتة والدمو ولحم الخنزير وما اهل الى اخر ما جاء هذا هنا بدأ التحريم وفي نصف هذه الايات قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم ايش دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينة بالمناسبة من اواخر ما نزل على النبي سورة المائدة نزلت قبل حجة الوداع بعضها وبعضها نزل في حجة الوداع في عرفة وبعضها نزل بعد حجة الوداع ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها سورة المائدة من اخر ما نزل على رسول الله فما كان فيها من حلال فاحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة تعلموها ليش لان فيها مواثيق واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله هذا الميثاق العهد اللي في القرآن الكريم في سورة المائدة مواثيق ولذلك يقول العلماء كل الضروريات الخمس وردت في سورة المائدة حفظ الدين والعقل والمال والنفس كلها جاءت والعرض كلها جاءت في سورة المائدة ولذلك بعدها لما قرأ الامام شوفوا قال الله اول شيء بيّل لنا الحلال الطيب من الطعام ثم بيّل لنا الطيب من النساء وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني علمك الطيب من الطعام وعلمك الحرام ثم اخبرك كيف تنتقي المرأة الصالحة الطيبة وكذلك الرجل وبعدها مباشرة كما قرأ الامام في التسليمها الثانية قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش? طيب واش علاقة الغسل هنا نقول طيبات وحلال وحرام? كأن المعنى يقول طيبنا لكم طعامكم وطيبنا لكم نساءكم وازواجكم فطيبوا ارواحكم الارواح لا يمكن تتطيب الارواح لا يمكن تتطيب الا اذا طهرت بالوضوع والصلاة والطهارة ولذلك ان كنتم جنوبا فاتطهروا طهارة الروح تكون بالاغتسال والغسل والوضوء والاقوف في هذه الصلاة اني معكم الله يقوله معية الله لئين اقمتم الصلاة اقيموا الصلاة الله معك واتيتم الزكاة الى اخر ما قرأ الامام الفقه الله في هذه الايات ثم بعد ذلك تنتقل السورة ولقد اخذ الله ميثاق ايش? الله جابنا نموذجين عاهدوا الله ولكنهم نقضوا العهود بني اسرائيل الى اليوم لعابين من ينقض العهود اليوم في الارض? هم! ولذلك الله قال ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل طيب خذوا الميثاق ثم قال بعدها بآية فبما نقضهم ميثاقهم لعابين وعدناهم لعناهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ثم جاب النموذج الثاني اللي نقض العهد ولد قابيل او او ابناء ادم قابيل وهابيل حينما قتل احدهم الاخر واتلوا عليهم نبأ ابني ادم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما البني اسرائيل نقضوا العهد خوافين خوارين اما بني ادم او ابني ادم نقضوا العهد لانهم ايش? لانه شاب متهور لا يعرف العدل وهذه نصيحة لشبابنا واقول كثيرا من التهور عند بعض الشباب قد يوقعه في القتل والجريمة الكبرى ثم جاءت الايات يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض هذا عهد مهم اليوم الولاء والبراء في مشكلة حنا ما عندنا مشكلة في التعايش لكن عندنا مشكلة في التعاطي مع الولاء والبراء الحب والبغض هذه مشكلتنا كمسلمين ولذلك الله قال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله ايش بقوم يحبهم ويحبونه انتهت القضية ثم ختمت السورة ختمت السورة بماذا ختمت السورة تبين لنا هذه عهود ويوم القيامة قرأ الامام وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مغفرة واجرا عظيمة الله وعده اوفى وتختم السورة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم يعني المواثيق اللي خذناها عليكم سنحاسبكم ونسألكم عنها قال الله اليوم ينفع الصادقين ايش صدقهم طيب القصة عن سورة المايدة حلنا نعرف ان المايدة معجزة نزلت اية على قوم عيسى نريد ما يسألونه المايدة قال الله اني منزلها عليكم ما في مشكلة اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني يعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين المعنى باختصار هذا دينكم واضح وهذه الايات امامكم ولماذا تكفرون بها اسالكم بالله ديننا كامل ولا ناقص جاوبوا كامل والامام قرأ اليوم اكملت لكم دينكم علمنا الاسلام الان لا طرعنا مع المسجد ماذا نقول واذا خلعنا ملابسنا ماذا نقول واذا اكلنا طعامنا ماذا نقول واذا دخلنا اكرمكم الله والمسجد الحمام والخلاء ماذا نقول واذا شفنا الريح ماذا نقول واذا رأينا الهلال ماذا نقول واذا جامعت زوجتك ماذا تقول واذا رأيت عدوا ماذا تقول ماذا بقي. علمنا الدين كل شيء. فالحجة قائمة. لكن هناك اناس يحاولون صدمة الامة والمجتمع مع ثوابتها ودينها ونصوص شرعها من كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختم بهذه القصة. في الوفاء والوفاء عموما الوفاء في التعامل الوفاء في العقود الوفاء مع الناس. ايات الحرابة جاءت في سورة المائدة. في سورة المائدة. وبين الله تبارك وتعالى ان الذين يفسدون في الارض يقتلوا وتقطع يديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يذكر ان عمر بن الخطاب في وقته في عهده كان فيه رجل عنده مزرعة. والمزرعة فيها شجر له ثمر طالع من على سورة المزرعة. فمرت ناقة رجل راعي فاكلت الثمر. راعي المزرعة زعل تضايك. فاخذ حجر كبيرا فرمى الناقة ثماتت. لان ماتت الناقة صاحب الناقة ذبح راعي المزرعة. انتقاما لناقته. فقام عمر يريد ان يقيم الحد على القاتل القصاص. فحكم عليه بالقصاص. فلما اراد ان يقيم عليه الحد قام الرجال قال يا امير المؤمنين. انا اطلبك ان تمهلني ثلاثة ايام بس. ليش? قال انا عندي مال لايتام. مؤتما عليه انا. دفنته في المكان في الصحراء في البر. ولا يعرف مكانه الا انا. لو قتلتني ضاع حق الايتام المساكين. عطني ثلاثة ايام اروح طلعه وارجع. قال من يكفلك? حنا ما نعرفك. وانت عليك قود ستقتل. وقف الناس يناظرون ما احد يعرف الرجال. ليس من اهل المدينة. قال لا احد يكفلك. فالتفت رجال. قال الا يكفلني منكم احد? فقام ابو ذر رضي العين قال انا يا امير المؤمنين اكفل الرجال هذا. قال له عمر تعرفه? قال ما عرفه. قال تعرف كفالتك له. اذا لم يرجع. قال اعرف. اذا ما رجع قصيت راسي انا. قال اذهب اطلقوا الرجال. وجلسوا ينتظرون الليلة الاولى. الليلة الثانية. الليلة الثالثة الناس حاط طهدينها على قلوبها خايف على ابو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص. وقبل غروب الشمس قال عمر قربوه يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب. فاذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر ما الذي ارجعك? وقد كان بامكانك ان تفر تنحاش. قال يا امير المؤمنين خشيت ان لا اعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر يا ابا ذر ما الذي جعلك تغمن تكفى الرجل لا تعرفه? وربما يكون القصاص على رقبتك. قال يا امير المؤمنين خشيت ان يقال قلت المرؤة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول ابوه صاحب الدم الموقفين فقال يا امير المؤمنين تنازلت لوجه الله. قال له عمر ليش? ما الذي دفعك على هذا? قال خشيت ان يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. اذا بقيت قيم الناس بقي الخير وينتشر الخير ولذلك احرصوا اختموا بامرين اثنين انشروا القيم بين الناس وانصح عيالي وشبابنا احذروا من الخوض في الفتنة والدخول فيما يخالف تثبيت القيم لا في تويتر ولا في الكتابات ولا في النجالات السياسية ولا في الدخول في النيات تجنبوا ذلك كله واسألوا الله ان يجمع كلمة الامة على لا اله الا الله وان يوحد صفها وان يجمع كلمتها وان ينصر دينه ويعلي كلمته. اسأل الله ان لا يفرق جمعكم رجالا ونساء الا قد غفر ذنوبكم وستر عيوبكم وقضى ديونكم واصلح نياتكم ونياتكم وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. واسأل الله ان يوفق الشيخ عبدالله الراجح وفقه الله وهو معنا الذي يقوم على هذا المسجد وعلى هذه المؤسسة الكريمة زاده الله وذريته وكثر من امثاله في امتنا ومجتمعنا ممن ينصر الحق ويدعمه ويدفع له وجعلها في ميزان حسناته. ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينصر المسترعفين في كل مكان خاصة في الشام وفي سوريا. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. ثبت لهم اقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر جنودنا على حدودنا يا رب العالمين. واحفظ لنا يا حي يا قيوم امننا واماننا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. اشكر القائمين على هذا الجامع. صاحب الفضيلة امام الجامع واخوتهم معه. واشكر كذلك الاخوة الرجال الامن والسكوريتي على الابواب. والمنظمين والمرتبين في هذا الجامع. اشكركم رجالا ونسان. واعرف ان في هذا الجامع عدد من المشايخ وطلبة العلم. والفضلاء. فليسمحوا لي على هذه الجرأة. ولكن يسأل الله ان يجعلنا وياكم من من يقول الحق فيتبع احسنه. ومن من يقول ويعمل ويطبق ما يقول. ويجعلنا وياكم من امة الهدى والحق الى ان نلقاه. مرحبا. اهلا. وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفع من كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم منا ذنبنا. ثم زدنا من عطاياك الجسام. اسأل الله ان يعيد علينا هذا الشهر اعواما عديدة. وان ارزقنا في حسن الصيام والقيام. واعتقنا واياكم من النيران. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله